أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مات تحليل بي الوحدة الثاني عشر التلوز من مبيدات Best Size Solution ونواصل شرح محتيات هذه الوحدة في هذا المقطع اليوم نتناول أقسام مبيدات الفطريات Fungicides تنقسم مبيدات الفطريات Fungicides حسب التركيب الكيميائي إلى عضوية وغير عضوية أي إلى قسمين عضوية وغير عضوية مبيدات فطرية غير عضوية Inorganic Fungicides الكبريت مركبات المختلفة لها نشاط سام اختياري وكلمة اختياري هنا تقتل نوع معين من الفطريات ولا تقتل النوع الثاني عكس السمية العامة أن تقتل الضار والنافع مركبات النحاس ومخليطة مثل كبريتات النحاس كبر الصلفيت وأكسيد النحاسيك وأكسيد النحاسيك مركب الزئبق غير العضوية مثل كلوريد الزئبقيك كلوريد الزئبقيك وهنا مبيدات فطرية عضوية Organic هذا القسم الثاني Organic Fungicides المركبات العضوية المعدنية مركبات الزئبق العضوية مركبات الكبريت العضوية مثل مركبات السايوثيانات العضوية مركبات السايوثيانات العضوية مركبات مجموعة الألدهيدات والكيتونات مثل الفورمالدهيد المركبات الحلقية غير المتجانسة مثل جلايودين هذا مركب من مركبات الحلقية غير المتجانسة وهو مبيد حشري عضوي المضادات الحلقية مثل Streptomycine مدخنات التربة لمقاومة فطريات التربة هذه باختصار نوعيات مبيدات الفطريات من قسم إلى قسمين عضوية وغير عضوية التركيبات هنا بشكل واضح نحن نشوف الجلايودين الجلايودين أسيتيك أسيتيت تو هبتاديسايل تو إيمادازولين ومركب بشكل طويل جدا وهو أحد المركبات العضوية بالنسبة للفنغيصائيز يعني هذه تتناول الكيميكالستركش أو البنية الكيميائية لبعض المركبات العضوية من الفنغيصائيز Streptomycine أيضا نشوف مركب عضوي كبير جدا وهنا في نايل ميركري أسيتيت أي يدخل في تركيبها الزيبق بشكل واضح